إذا كان هناك قدرة لدى العراق بشكل عام وسيد رئيس الوزراء بشكل خاص أن يلعب هذا الدور الذي تفضلتم عنه بنزع فتيل الأزمة وبتجنيب البلد المشاكل والويلات التي تنتج عن الحروب والصراعات الإقليمية فهذا شيء جيد ومقبول لكن المشكلة أنه اليد الأمريكية متحكمة في العراق بشكل استثنائي يعني العراق يعاني ربما أكثر مما تعاني إيران من مشاكل مع أمريكا ربما إيران تعاني مثلا من حصار وعقوبات أمريكية هذا واضح إيران دولة صناعية وزراعية وعدها مكانيات لكن أثر الحصار واضح عليها لكن المشكلة في العراق يعني العراق ربما ليس بالمستوى الذي يعني يمكن أن مواجهة هذا التحديات بسبب أنه الحكومات العراقية المتعاقبة بكل صراحة ووضوح كان مواقفها دائما ضعيفة أمام الجانب الأمريكي